السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طلاب مدارس هبة الله الأساسية؟ أهلاً وسهلاً من جديد عزاء الصغار طلاب الصف الثاني في مهدة اللغة العربية هيا يا أبطال لنكمل حل التدريبات من درس فصل الصيف فصل الجمال والحرارة والنسمات الحارة هيا يا أبطال لنجهز الكتاب لنكمل حل التدريبات بدءاً من صفحة 90 إلى صفحة 94 هيا يا أبطال معاً أستخرج من درس القراءة الكلمات الآتية وأكتبها سوف نقوم بالرجوع إلى النص استخراج كلمة فيها لام شمسية كلمة فيها لام قمارية كلمة تنتهي بالهاء المتصلة كلمة تنتهي بالتاء المتصلة كلمة تنتهي بالياء وكلمة تنتهي بالألف والهمزة المنفردة كلمة تنتهي بتنوين ضم كلمة فيها شدة هيا معاً لنعود إلى الدرس ونبدأ بالاستخراج بدءاً بكلمة الصيف الصيف كلمة تبدأ بالام شمسية الوفيري كلمة تبدأ بالام قمارية بشمسه كلمة تنتهي بالهاء المتصلة الطمأنينة كلمة تنتهي بالتاء المتصلة نلتقي كلمة تنتهي بالياء العطاء كلمة تنتهي بالف وهمزة حكايات كلمة منونة بتنوين الضم الثمرة كلمة مشددة سوف نقوم بالرجوع إلى التدريب وكتابة الكلمات التي استخرجناها يا أبطال كلمة فيها لام شمسية استخرجنا الصيف الصيفي كلمة فيها لام قمارية استخرجنا كلمة الوفيري كلمة تنتهي بالهاء المتصلة بشمسه كلمة تنتهي بالتاء المتصلة استخرجنا كلمة الطمأنينة كلمة تنتهي بالياء استخرجنا كلمة نلتقي كلمة تنتهي بالألف والهمزة كانت كلمة العطاء كلمة تنتهي بتنوين ضم كانت كلمة حكايات كلمة فيها شدة كلمة الثمرة الثمرة هيا معا ننتقل إلى التدريب الثاني وهو خاص بك يا أبطال أكتب بخط جميل سوف تقوم بكتابة هتان الجملتان تحلق أسراب الطيور وهي تنعم بالدفئ نستفيد في الصيف من العطلة المدرسية الآن سوف ننتقل إلى الأنشود الجميلة لدينا هنا أنشودة بعنوال الحقل الأخضر قام بتأليفها الشاعر سليمان العيسى الحقل الأخضر في البداية سوف أقوم بقراءتها الحقل الأخضر صنع يدي وأنا فلاح يا بلدي فلاح يا بلد النوري أستيقظ قبل العصفوري وأرش ترابك من تعبي فرحا بسناب لك الذهبي جراري أحسن جرار أعلوه عند الأسحار الحقل الأخضر صنع يدي وأنا فلاح يا بلدي إذا نتحدث عن الفلاح أي المزارع الذي يقوم بزراعة الحقل حقله أي مزرعته أرضه سوف أقوم بقراءتها مرة أخرى هيا يا بطل ردد من خلفي الحقل الأخضر الحقل الأخضر صنع يدي وأنا فلاح يا بلدي فلاح يا بلد النوري أستيقظ قبل العصفوري وأرش ترابك من تعبي فرحا بسناب لك الذهبي جراري أحسن جرار أعلوه عند الأسحار الحقل الأخضر صنع يدي وأنا فلاح يا بلدي إذا العنوان الحقل الأخضر والحقل هويا ثاني هو المزرعة أو الأرض الأرض المزروعة سوف نقوم لدينا هنا كلمة يا بلدي يا بلدة يا بلدي يا بلدة هنا الياء ذات نداء وبلدي وبلد المنادة إذن هنا ينادي الفلاح على البلد على بلده ياء ذات نداء والمنادة هي البلد لدينا الفعل أستيقظ وأرش أستيقظ وأرش هنا أفعال يقوم بها الفلاح وهي أفعال مضارعة مرفوعة وعلامة رفعها الضم الظاهرة لدينا كلمة جراري الجرار هو آلة للحراثة يستخدمها الفلاح أثناء عمله في المزرعة إذن الجراري أو الجرار هو آلة للحراثة أعلوه عند الأسحار أعلوه يعني يركب على هذا الجرار عند الأسحار الأسحار هي ثاني هي جمع تكسير مفردها السحر وهو آخر الليل وقبل الفجر آخر الليل وقبل الفجر هو وقت السحور الذي نتسحر فيه في رمضان إذن يا ثاني تعرفنا عن الحقل الأخضر من يقوم بصناعته والعمل فيه وهو الفلاح والفلاح هنا يا ثاني يستيقظ في الصباح الباكر عند الأسحار يركب الجرار ويعمل في أرضه ويحب أرضه وبلده كثيرا مرة أخرى الحقل الأخضر الحقل الأخضر صنع يدي وأنا فلاح يا بلدي فلاح يا بلد النور أستيقظ قبل العصفور وأرش ترابك من تعبي فرحا بسناب لك الذهبي جراري أحسن جرار أعلوه عند الأسحار الحقل الأخضر صنع يدي وأنا فلاح يا بلدي ننتقل الآن إلى النشاط الموجود في هذه الصفحة أصل بين العمودين على نماط المثال لأكون جملة مفيدة ثم أقرأ تعرفنا إلى الفصول الأربع في بداية هذه الوحدة وما يميز كل فصل الآن سنبدأ بالجملة الأولى يخضر العشب في أنو فصل يخضر العشب في فصل الربيع تتساقط أوراق الشجر وتصبح صفراء في أنو في أي فصل في أي فصل تتساقط أوراق الشجر في فصل الخريف تسطع الشمس الحار كما هو في فصل الصيف تم إيصالها مسبقا الجملة الأخيرة ينزل المطر في أي فصل ينزل المطر يا ثاني في فصل الشتاء لننتقل إلى نهاية الوحدة ونهاية الكتاب لنختمها بآيات كريمة من سورة النبأ المطلوب منك يا طفل العزيز قراءة هذه الآيات فقط سوف أقوم بقراءتها أمامك المطلوب منك أن تقوم بترديد هذه الآيات بسم الله الرحمن الرحيم عن ما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا واجعلنا النهار وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق الله العظيم إذن هذه الآيات 16 آية من سورة النبأ المطلوب منك التدرب على قراءتها سوف أقوم بقراءتها مرة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق الله العظيم بهذا نكون وصلنا إلى نهاية درس فصل الصيف ونهاية كتاب اللغة العربية للفصل الثاني إلى اللقاء وكل عاما وأنتم بألف خير كثيرا كل موسيقى الموسيقى اشتركوا في القناة